قرب مصر كواليس بقى المنتخبية الكواليس هو الكابتون كانت تكلم على كيشريدة خاصة انه غياب وكيشريدة والهمية بتاعه كيشريدة ستاولتها يلعب هو من المفروض يلعب لانه كيشريدة جهة سهل اليوم ما كانش يتدرب مع الفريق الإطار اللي تتبعوا على رأسهما الدكتور سهيلة الشاملي قايمين بكل معتها الأمور اللازمة حتى يكون كيشريدة في أفضل الظروف المشاركة إلى غاية هذه اللحظة كيشريدة من المفروض كان يكون أساسي غضوة مع المجموعة لكن نستنى غضوة السباح لو صارت تعكرات جديدة أو حالته إذا كانت تقرت ورجعت الأمور إلى النصابة والحمد لله كيشريدة سيكون أساسي وتقريبا مش كون نفس تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اللي واجهت المنتخب الملقاشي الأسبوع في دورة الربع نهائي الأجواء طيبة عال العال الجماهير للتونسية تقريبا بعد ساعتين من الآن فما طائرة ساعة بعد ساعة توصل طائرة الرحلة العادية توصل شوي أخر وبعدها ساعة ثلاثة من الصبح من تونس فما طائرة أولى بشجي وساعة أربعة من تونس فما زوز طائرات يعني كم كده إن شاء الله نتمنى يكونوا في حدود ألف ومئتين ذوما اللي جايين من تونس خير الموجودين إن شاء الله نستلقى على أقل خمسة لافة وستة لافة مشاجعة الجمهور مصر لا هي ساند طبعا مصر طبعا الجمهور مصر هي ساند بشكل كبير منتخب التونس منتخب الجزائري طبعا منتخب جزائري طبعا إن شاء الله يعني كل جمهور يؤذر المنتخب التونسي ومنتخب الجزائري لكن المفاجآت اللي ممكن تحصل بك لأحيس مفاجآت أكيد مفاجآت عديدة منتبنيها إن شاء الله تكون من جانب المتخب الوطني دوسي هل شايف تشكيل ممكن يبقى فيه حد ينزل تشكيل تونس أوراق ربحة ممكن يلعبية لا تشكيل تونس ممكن يبقى موجود على الدكة يبقى جاهز كنا نتثوره كريم العواذي لو كان يكون شعلان لانه غيلان اللي بارح ما تدربش واليوم ما تدربش لكن غيلان الأمور التبية تؤكد غيلان العال العال ولباس والحمد لله وطبيب المنتخب كان غيلان تدرب معنا تدرب مع الإخصائي العلاجة الطبيعي وحتى يحافظ على اللياقة البدنية متاعه كانت تدرب مع الإخصائي الموجودين في المنتخب الوطني دوسي تدرب في النزل ما كانش حاضر اليوم في تمارين المنتخب الوطني تونسي أول بارح كان حاضر ما كانش حاضر أيضا وطبيب المتخب وادر أكدوه الناس كله كانوا غايلان بشي يكون جاهز مية بالمية على المتخب الوطني تونسي ولو إنه حتى كان غايلان ما هوش جاهز حتى كان ما مشيتش المباراة من له بالنسبة لأنه بصراحة مهيب نلعب المتخب الوطني تونسي شوفنا للمباراة الفارطة فرجاني ساسي كان طلب تغيير لأنه كما قلت لك راهو فرجاني برافوري قاعد يقاتل فيه لأنه فرجاني مزلت المخالفات لإصابة مزلت على فرجاني ساسي وقابت النقبيلة يحكي لي قال يا فرجاني معادا قلت له استنى فرجاني ولو كان نحنا من سوق حاضر المتخب وكان جاء فرجاني في التوب لفل المتاعه لو كان جاء فرجاني معادا في الكامل جاهزيت ورق شفت شنو أعمال المتخب الوطني تونسي وفرق جامد في المشاكل اللي نعمها وفرجاني يلعب بـ 60% بـ 70% طوى من الإمكانيات المتاعه لو كان جافر جاني بالمئارك شفت شنو في المتخب الوطني تونسي بالرغم دا شوفنا المرة الفاردة كان هو soll입ة الاسابة ايضا غيرالش علين هل كانوا طلب الاسابة طاعة ياسين الخنيسي ولهنها للنقطة المهما في هجوم متخب الوطني تونسي اللي هو نتمنى انشاء الله يا ربي من كل القلب punk طاعة ياسين الخنيسي يكون جاهز بدنيا لانو شوفنا ياسين عمال المباراة قويه برشا مع المتخب الغاني إن شاء الله يسير الخنيسي يكون على الأقل جاهز شاوت لول كما شفناها مباراة غانا لأنه يفرق الوقت ذاك لأنه نحن قتلة مشكلة المتخب الوطني التونسي يجب أن نفكوا الكرة في المناطق متاع المتخب السينيجالي لو خلينا المتخب السينيجالي يلعب في المناطق متاعنا سيجيب علينا الاختار وكيد إن شاء الله هذه هي الخطة اللي يبدأ بها المتخبنا ولينا نساعد النساق ونلعب في مناطق المنافسة